السلام عليكم حبا باسم الغليات و بشراكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاح و بصحة و بخير و عافية ان شاء الله تجوز و نهاركم برؤك بوجودكم بوصفة هايلة و وصفة رائعة لتقشير البشرة و تبيض بشرة الجسم يعني يدين و الرجلين و الركبتين هاد الوصفة هايلة بزاف و نستعمل فيها مكون هايل و اللي هو السكر يعني عندها السكر فوائد كثيرة لتقشير البشرة ينظف البشرة و يخلصها يعني من الشوائب يحافظ على جمال البشرة و يزيد من توهجها يفتح مسامة البشرة المزدودة يعالج الخطوط الدقيقة و التجاعد البشرة يصفي البشرة و يمنحها نظارة يزيد خالية جد الميتة كذلك يحافظ على لون البشرة يعني بالشكل منتظم و يوحد لون البشرة يعالج البشرة من البقع الدكنة كما انه يقلل من نسبة الدهون في البشرة و يخفف من ظهور حب الشباب اذا استعملناه عن الوجه هذا هو السكر عندها فوائد يعني عظيمة للبشرة اليوم راح نقدمكم يعني وصفة فيها مرحلتين يعني التقشير بالسكر و من بعد راح نمروا للمرحلة الثانية و اللي هي كذلك مهمة جدا و لكن قبل ما نبدأ في الوصفة تاعين تمنى كل واحد يدخل عندي جديد القناة لا تستطيع التسارك في القناة و كذلك لا تستطيع التفعل جرس لكم جديد ام جينان ان شاء الله نبدأ في الوصفة ثانا نضع ملعقة سكر مبلور سكر مبلور ملعقة صغيرة ثم نجعل المكون الثاني اللي راح نقشر به البشرة تعنا مع السكر يعني ما غير نقشر بشرة تعنا بالسكر يعني وحده اللي قنا زيت واللي هو زيت الزيتون كذلك زيت الزيتون يعني مفيد جدا و مهم جدا للبشرة تعنا و خاصة كنستعملوه للتقشير مع السكر لان الزيت الزيتون يحفز انزيمات خلايا الجل على العمل و كذلك مما ينتج عنه طبقة دهنية على الجل الحماية ومنح ومنع الجفاف عفوان و الشخوخة يعني التجاعي تعال البشرة خاصة في اليدين و الوجه كما يمنع تطاير او خروج الماء من الجل يعطي البشرة جافة نعومة و رطوبة ويمنحها الشراقة و تلطيف غير اهتيادي يعني تولي البشرة تعنا ملسة و رائعة و ذات لون موحد و جيء هاي لبزة البنات يعني هاد الوصفة نحن نضيف ملعقة كذلك واحدة من زيت الزيتون و نخلطهم جيدا ديروا ملعقة سكر مع ملعقة من زيت الزيتون و نخلط جيدا يعني هاد الوصفة اه رائعة لبنات لتوحيد لون البشرة كذلك ترطيب و باش هادوك تشققات اللي في البشرة يعني قاعي و يروحو تولي الليد تعنا ولا الجسم تعنا او الركبة او الرجلين يعني يعني يرطبين البنات مهما كنت يعني يعني زرقة ولا بيضة يعني لو كنتي صمرة ولا بيضة يولي اللون تعك موحد لون عن البشرة تاعك و يولي يعني ذات نعومة رائعة جدا خاصة عن البنات يعني اللي يستعملوا الجافل بزاف و اللي انه يشقق قليد دين شوفوا البشرة البنات كيف شرعني راهي اه اه هنجرب لكم هاد الوصفة يعني راح مقشروا بهاد الوصفة يعني انا هستعملها لكم على اليد هنجربوها على يد تاعي امامكم راح تشوفوا يعني نتيجة رائعة لبنات هاد الوصفة متقدرش يعني تستغنيو عليها يعني غير تجربوها متولوش تقدروا تستغنيو عليها هايلة بزاف يعني يتوحد لكم من اللون البشرة خاصة البنات في هادو يعني الهناية في هادو الاصابع هنا في الوصف هنا بزاف يعني اللي عندهم ساواد في هاد المنطقة على هاداك البنات هنا كذلك تقدروا تستعملوها للروكب هاد الوصفة يعني سنحيكم قاعدك الساواد يعني خاصة هادو هما المناطق اللي جوا فيهم الساواد في الروكب ولا في الاصابع يعني في الوسط الاصابع يعني في اليد في المرفق هادو هما الاماكن يعني تقدشرهم بهذا المكون هايل بزاف يعني وعطينا تقشير جد رائع وكذلك هنا البنات ينحينا الجلد الميت يعني بلا ما تحقيه بالكياسة ولا غير بهذا الوصفة تعطيك يدين ولا رجلين هايلين شوفوا البنات الوصفة يعني هنا نبقى ونقشروا لمدة خمسة دقايق يعني قشروها استعملوا كطن ديس كلها اي قطنة عندكم عادي هادي هي شوفوا كيفاش يعني قشرناها هنا راح نغسل لهذه المرحلة الاولى البنات يعني نكمل اليد الثانية ونغسل اليدين التوعي بالماء الدافئ يعني لازم تغسلوا اليدين توعي بالماء الدافئ باش نمروا للمرحلة الثانية كما لكم تشوفوا نلازم نغسلهم بالماء الدافئ باش نمروا للمرحلة الثانية يعني بعد ما غسلنا اليدين التوعي يعني غسلتهم بالماء الدافئ نجعل المرحلة الثانية نستعمل العسل يجب أن نسخن العسل يجب أن نسخن العسل يجب أن يكون غير دافئ يجب أن يكون دافئ يجب أن تحرق رواحكم يجب أن تدخل في أسبوع ساعة هنا يجب أن ترد العسل العادي يستعمل العسل العادي لأن العسل العادي لديها فوائد قيمة للوجه واليدين والبشرة يجب أن يكون مكافحة الشيخوخة تجاعد وشددنا البشرة خلصنا الحب الشباب والبثور الرقيقة في الوجه واليدين والرجلين ترطيب البشرة بكفاء عالي يعني العسل يمتص الرطوبة اللي في البشرة يعني يعطينا بشرة رطبة وهيلة بزاف تقشير الوجه وتقشير اليدين أو الرجلين أو المناطق السوداء في الجسم يعني عندها فوائد هيلة البنات كذلك تطهير الجروح طفيفة وكذلك الندبات يعني خلصنا منهم هاي اللي واحد لنا اللونة البشرة خاصة ان البنات كنستعملوه يعني نديروه بهذه الطريقة يعني دافي نحن نمشيه قع على اليد تاعي كما تشوفوا بعد نغسلناها بالماء الدافئ نمشو عليها قع الكمية من العسل يكون دافي لازم تحسيه حامي في اليد تاعك كي تبقي تمشي فيه كما تشوفوا ونلف اليد تاعي يعني لازم ننشيه قع على اليد تاعي وبعد نجيب بلاستيك عادي تحت الطهي كما تشوفو ونلف اليد تاعي به يعني لازم نلفو اليد انتوعنا قع ولا الرجل ولا الركبة ولا اي منطقة تستعمليها البنات عاد الوجه لي متقدرش تلفه يعني استعمليها استعملي عسل ساخن فقط ولكن احسن طريقة هو انك تلفي باش يديك يعرقه هنا ويروح قح هدك الساواد وهدك الاخر وهنا ليديك يعني اللحم الجلد تاعك يطرى ويرطب كما كم تشوفوا يعني قح هذه الخشونة اللي في اليد ولا في الركب ولا هنا بهذا الطريقة يعني راحنا تسنحن تعطيك يعني بشرة راطبة وصافية وذات لون موحن هذه هي الوصفة تعليق وهذه هي المرحلة الثانية هنا نقعد بها يعني مدة نصف ساعة حتى تشوفي ذك عرقة يعني ولي هدك العسل على الشكل الماء في البلاستيك غسل يدي تاعك بالماء البارد عادي هنستعملي هذه الوصفة تقدروا تستعملوها يوميا لهم مدة اسبوعين راح تشوفوا نتيجة ولا اربعة يعني حتى تندهشوا من النتيجة اللي احططيها لكم هاد الوصفة نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تعليق ومتساوش تخلونا لايك الفيديو متساوش تشاركو في القناة كذلك لدخلو جدد معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينلقاء في وصفة جديدة ان شاء الله مع مطبخ وتدري الأمجينة شكرا شكرا شكرا